بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمحوا لي أعرفكم بمشروعنا الجديد انطلاقة جديدة بعنوان قناة سويدان سويدان.tv وهي منصة رقمية شعارها القيادة والريادة أنشأتها لمواكبة هذا التطور التقني والتواصل المباشر مع الجمهور سأحاول من خلال هذه المنصة أن أقدم لكم خلاصة خبرتي تجربتي في الحياة طبعا سواء على الجانب الديني والدعوي أو الجانب التدريبي والإداري والقيادي والتنموي سأستمر طبعا في تقديم المحتوى الديني والدعوي كما عودتكم دوما بشكل مجاني على هذه المنصة لكن المنصة فيها أيضا خدمات إضافية طبعا مشاركة فيها اختيارية فيها المحتويات التالية سيكون لي إن شاء الله حلقات قصيرة يومية على هيئة رسائل مرئية وعملية ومركزة ستكون تقريبا خمس أيام في الأسبوع وستغطي تنمية الذات تطوير الذات على مختلف الأصعدة ستغطي مختلف مهارات الحياة طبعا سأغطي لكم اختراحاتي أفكاري نصائح يومية حول المهارات القيادية المهارات الإدارية اللي ممكن تستعملوها في حياتكم العائلية والعملية أيضا سأطرح بعض الأفكار التي هدفها تنمية العقل تنمية الفكر بعض الجوانب والخبرات في إدارة المال ستكون جزء رئيسي من هذه المنصة وما يتعلق طبعا بتنظيم الحياة وإدارتها وإدارة الوقت وإدارة العلاقات هذه كلها جزء منها هدفها طبعا تعزيز القيم الإيجابية والعملية والإنتاجية وغيرها إن شاء الله بالإضافة لهذه الرسائل المرئية سيكون هناك ملخص لكتاب على هيئة فيديوغرافيك أسبوعيا بإذن الله تعالى سيغطي ويرخص لكم أحد كتبي أو من إصدارات شركة الإبداع الفكري المختلفة المميزة سيكون لي أيضا بالإضافة لكل هذا سيكون لي لقاء إن شاء الله مباشر مع المشتركين في هذه القناة مرتين في الشهر أتفاعل معكم أجيب أسئلتكم إن شاء الله أحاول أعطيكم بعض الاستشارات أو أقدم لكم محاضرات أو دورات مختصرة مميزة يعني المنصة هي منصة تدريب بس بطريقة جديدة ويعني شبه يومية وقصيرة لمن لا يستطيع حضور الدورات الطويلة أدعوكم طبعا للمشاركة في هذه المنصة أدعوكم للتفاعل معها برنامجي سيكون إن شاء الله في رمضان بعنوان الإسلام ببساطة وسيكون فقط على منصة سويدان تي بي هذا البرنامج سيبقى طبعا مفتوحا ومجانيا للجميع فالذين يشتركوا في القناة الجميع سيشاهدها وهناك الخدمات الإضافية التي يمكن الاشتراك فيها سيبدأ انطلاق الاشتراك في المنصة مع بداية شهر رمضان وكذلك برنامج الإسلام ببساطة سيبدأ مع بداية رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول أرجوكم التكرم بالمشاركة بالنشر على أوسع النطاق إن شاء الله ستشاركونا في الأجر تقبل الله مننا ومنكم وأخلص نياتنا وأحسن هدايتنا لخير الأعمال والأقوال وحفظكم وأهلكم وبلادكم وأمتنا وكل بريء من كل سوء ونراكم في رمضان إن شاء الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله